الحقيقة إن إحنا لسه مكملين معاكم رحلتنا في علم الكتب ما بين تفاصيلها وما بين أحدثها بنعيش مواقف مع أبطالها بنحس بيهم وبنروح مع الكاتب جوه خياله وبنعرف منه كمان أكتر عن كواليس كتاباته لكن النهاردة حلقتنا مختلفة شوية ولأن إنتوا عارفين إن إحنا كل فترة كده بنحب نعمل لكم حلقة مختلفة بموضوع مختلف النهاردة حلقتنا مش عن كتاب هنتكلم عن موضوع نحاول من خلاله إن إحنا نعرض على حضراتكم أفكار مختلفة هنكون مع صانعي المحتوى اللي هينورونا النهاردة في الستوديو وهيدونا كمان ترشحات لا القراء وبالذات في فصل الصيف وبالذات لا القراء سنقول قراءة الناس اللي إحنا لسه بنحاول نشجعهم على الإراءة ونقول لهم يقرؤوا إيه ونقول لهم يختاروا إيه ونقول لهم يبتدوا منين ونحاول على قد ما نقدر نحن نحببهم في القراءة ونعرفهم إن اللي بيأرى ده لدمه تسئيل ولا هو واحد فاضي ولا هو واحد مثلا ما عندوش حاجة يعملها بالعكس ده الناس اللي بتقرأ هي الناس اللي بتقدر تغذي كيانها وتغذي شخصيتها وتكون دايما عندها حضور ويكون دايما عندها ردود في كل المواضيع وفي كل الأفكار اللي بتترح عليها علشان كده إحنا النهاردة هيكون معانا صانعي المحتوى زي ما قلت لحضراتكم وهنحاول على قد ما نقدر نوفر لكل واحد منكم زوقه الخاص في موضوع الإراية اللي كل واحد فينا بيحبه فيه ناس بتحب أدب الجريمة فيه ناس بتحب أدب الرعب فيه ناس بتحب السيارة الذاتية فيه ناس بتحب أدب الساخر فيه مواضيع كتيرة جدا جدا فيه الأدب وطبعا مش هننسى الأدب النسائي والمواضيع اللي بتناقش قضايا المرأة وحكاياتها ومواضعها النهاردة هنحاول نرشح كتب تناسب الجميع والنهاردة هنحاول نوفر كل الأزواء ونوفر كل الأنواع اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها وعايزين تقروها لأننا بجد نفسنا إنه مش بس الكبار إنه كمان الأطفال تبتدي تقرأ ويكون عندها شغف بالقراية مش بس يكون اهتمتهم سوشل ميديا إنما كمان تعرف أكتر عن الكتب وتعرف أكتر عن أهمية القراءة هنعرف أكتر عن ترشحات الكتب من ديوفي اللي هنوروني في الستوديو النهاردة البوكتوبر الأستاذ كريم النجار والبوكتوبر والناقد والبوكتوبر أيضا الأستاذ طارق عز